اشتركوا في القناة في قضيتنا اليوم نتذكر هذا النصر الفريد الذي استمتعنا فيه بالفخار والعزة ونرجع سبب ذلك إلى عوامل عدة ولكن أهم هذه العوامل التي التفتنا إليها أو ألفتنا إليها هو عامل الوعي عندما كان الوعي سليماً عادت الأمة إلى بناء مجدها لعل العدو قد ندح في إلقاء في تحقيق بعض الخسائر المادية أو الخسائر النفسية إنما لم يستطع العدو الحق الأذى بالوعي المصري الذي عندما كان سليماً عادت الأمة لبناء جيشها وعادت الأمة للتضافر بكل قواها واتحدت الأمة واتحد المجتمع وكان المجتمع لوحةً واحدةً من الفخار والعزة والعمل ولعل كنت محظوظاً أنني عشت هذه الأيام المباركات ورأيت كيف أن الأمة بأسرها كان لديها وعي كامل بوجوب تنحية الخلافات وبوجوب تأجيل المشاكل وبوجوب العمل والإنتاج وبوجوب الربط على البطون وبوجوب تحمل المشاق وبوجوب الصبر والجلد حتى تحقق المراد بفضل رب العباد فكان النصر بفضل الله تبارك وتعالى أولاً ثم بفضل عوامل عدة أعلاها هو الوعي الوعي السليم الذي كان في مجتمع سليم إذن إذا تكلمنا عن الوعي نتذكر قول الله تبارك وتعالى قد تبين الرجد من الغي فعندما يتبين لك الطريق يهون عليك المشاق ثانياً لابد أن نتذكر أن الإسلام نفسه انتصر في كل معاركه بالوعي فإذا لم يكن هناك وعي ما انتصر الإسلام أطلاً قبل غزوة أحد عندما تغيرت القبلة نجد قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى فراط المستقيم إذن السفهاء موجودون في المجتمعات حتى منذ قديم الأزل يحاول المنافقون أو الطابور الخامس أو المخربون داخل المجتمع الذين وصفوا في سورة الأحزاب بقول الله تبارك وتعالى قاد يعلام الله المعوقين لم يقل المعوقين إنما قال المعوقين الذين يحاولون التعويق الحضارة الذين يحاولون عرقلة النهضة والبناء الذين يحاولون نشر الأراجيف والخوف والشائعات في المجتمع ولذلك القرآن الكريم عندما يقول لك سيقول السفهاء من الناس السفهاء موجودون الذين يرون الحق باطلة والباطلة حقا هم انقسموا على أنفسهم إلى ثلاثة جماعات رئيسة جماعة الأولى هي جماعة التزوير الجماعة الثانية هي جماعة التمرير الجماعة الثالثة هي جماعة التشهير ما بين التزوير والتشهير والتمرير تنضي الشائعات وتنتشر الأراجيف وتقوض إنجازات المجتمع ويصاب المجتمع بأذمات متتاليات لذلك القرآن الكريم عندما نبه بعد غزوة أحد إلى عدم الانثياق وراء جلد الذات ووراء عدم الوعي قال تعالى قد خالت من قبليكم سوناً فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين هذا بيال للناس وهدى ومعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنه وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم سامعها المؤمنون الأول فما خسروا معركة بعدها وما فقدوا موقعاً استراتيجياً في أرضهم ولا في وطنهم إنه الوعي يا فادة لذلك الأمر الثالث الذي يجب أن نلتفت إليه هو أن سلامة المجتمع ترتبط ارتباطاً لا ينفصم عن سلامة الوعي في عقله هذا الصحابي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالاً هم من لتدركوا معي فيه هذه الحقيقة الصحابي جاء للنبي وقال يا رسول الله صف لنا أهل الفتنة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقوام يهدون بهدينا والله لكأنما النبي ينظر إلى واقعنا اليوم قال له أقوام يهدون بهدينا ويستنون بسنتنا وهم بريئون منا الصحابي دهش فقال يا رسول الله فكيف أعرفهم قال ترى هم يستلون من الإسلام كما تستل الشعرات من العجيم قال يا رسول الله وكيف أميزهم قال ترى هم يمرقون من الإيمان كما يمرق السهم في الرمية قال يا رسول الله فإن أدركتهم فما أفعل قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم قال يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال عليك بخاصة نفسك ولو أنت عد بأصل شجرة حتى يدريكك الموت وتلقوا له تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم صدق الله العظيم ترى لو طبقنا هذا الحديث واهتم كل مننا بإصلاح نفسه وبالانتباه والوعي وبالحضر من جماعات التزوير والتشهير والتمرير ماذا سيكون حال الأمة سترجع بفضل الله إلى أفضل حالات التماسك لذلك ننتقل إلى عنصورنا الرابع الذي يثبت لك أن هذا المجتمع المصري هو مجتمع واعي مدرك فاهم حتى فيه أجهيات التعامل شخالد ممكن تشيل المسك يا رسول الله ذكر من سيادتك في حنديم وفضل جزاك الله خير شكرا جزاك الله خير فمن أبجديات المجتمع المصري الكريمة التي يجب أن نلتفت إليها إلى أن هذا المجتمع يدرك خطر الوعي وأهمية الوعي وعظمة الوعي في بناء الأمة وتماسك المجتمع انظر مثلا إلى ألفاظ المصريين وهم يتحدثون مع بعضهم البعض بمنتهى البساطة إذا أراد أن ينبهك والدك إلى خطورة العواقب يقول لك كلمة أظنكم تعرفونها اوعى انظروا إلى الاختيار اللفظي اوعى من الوعي عندما يريد إنسان أن ينبهك إلى أن فلان قد غيب عن الحياة أو النواقع يقول لك غائب عن الوعي لا يقول لك مغمن عليه إنما غاب عن الوعي حتى أنك إذا أردت أن تتكلم عن شخص أنه يفهم مآلات الأمور وعواقب الأفعال ماذا يقولون عنه في مصرنا ده إنسان واعي واعي اوعى غاب عن الوعي إنه الفعل الذي اختصرته اللغة العربية البديعة في حرف واحد للدلالة على التلاحف وعلى خطورة هذا الفعل وهو عي ما أقول فالعين المقصورة تدلك على وجوب الاهتمام بما أقوله لك خامسا أيها السادة الكرام نجد آيات ثلاث هذه الآيات تتحدث صراحة عن عناصر في غاية الأهمية لو استقها المجتمع وحولها إلى ورقة تطبيقية لكانت الأمة تنتقل من نجاح إلى نجاح الآية الأولى في سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا والآية الثانية آية عجيبة وردت في سورة النور يتكلم فيها الحق تبارك وتعالى عن صنف من الناس أفسد جهاز التلقي جهاز التلقي هو الأذن فبدلا من الأذن يتلقى باللسان المفروض أن تتلقى باللسان لتمر المعلومة على العقف وتفكر في عواقب الكلام وجدية المعلومة وصدق المخبر الذي أخبرك بتلك المعلومة ثم تقرر أن تتكلم أو لا تتكلم فوجدنا القرآن الكريم يتحدث عن صنف من الناس حول جهاز التلقي من الأذن وجعله اللسان هذا انقلاب عجيب في اللسان وفي الجوارح اسمع قوله تبارك وتعالى إذ تلقونه بألسنتكم المفروض بأذنكم لا اسمع إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم صدقت ربنا وتعاليت أما الآية الثالثة التي أختم بها ذلك الحديث أيها الأحباء هي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا وعينا ومصرنا وبلدنا وجيشنا ورئيسنا إنه سميع قريب المجيب الدعاء وصلى الله عليه وسلم وعلى أهله وسلم شكرا